اوكي جماعة اوهيوك وزايماس سلام عليكم وحط الله بركاته ومعكم امون من قناة تشالل شي اكس طبعا مثل ما تشوفون جينا في هذا الاجواء الجميلة الحارة وحبينا نغير شوية اللي هو زاوية للتصوير ممكن لعله وعسى هذا الشي يعجبكم طبعا نادري رح يكون مرة متعوب عليها لكن كل شي لعيونكم يهون اوكي امون بما نحن نحينا في هذا الاجواء الجميلة عن ايش رح تشرحيني عن ايش رح تقوليني خلكم معايا احلام تابعين ذكرون المقطع الماضي اللي هو عن الخاصية الجديدة اللي ريكروم كلمتنا عنها الو هي الجسم الطبيعي خاص بريكروم وبعضكم صراحة تساءل قال هل انه رح تكون خلاص للأبد تتغير الجسم او رح يعطونا اللي هو اختياري سواء ان كان نبغى بالخاصية حق الريكروم هذه او الجسم الكامل فاموركم كويسة فانا بحط الرابط المقطع في اسفل الفيديو كمان اللي هو الرابط حق الديسكورد خاص فينا باسفل الفيديو في حال اذا عندكم ديسكورد حياكم الله انضموا لنا واذا كنت متابع جديد لا تنسوا الاشتراك لا تنسوا اللاك الله يساعدكم فيب بما ان الجو جدا حار فيفضل انه ندخل جوا ونتكلم عن هذا الموضوع فالتس جو موزا لا هنتي نم نم شي من الروب وايل استخبوني انتي انا في صديق انا في هذا طفاها بورتغالي دايربي يا جماعة اسمها موزا ولابسة سكين موز حقيق نعني بن عصير انا عصير باشن فروت انا عصير اموني عصير عوار قرر يا جماعة انيويز رح نتكلم الحين على الموضوع لكن قبل ما نبدع لها الموضوع كلها ودي اجلس في الكورس لكن مو ما اسمو حلي صح انيويز يا جواعة مثل ما قلت لكم انهم هم نبهونا وعطونا الخبر الا وهي رح تنزل اللي هو فول بادي مثل ما نقلت لكم في البداية عظكم يقول طيب متى رح ينزل هالشي حتى الان ما حددوا اللي هو الموعد لكن الحين قاعدين يشتغلون عليها وبالذات قاعدين يشتغلون هم بالتيام الصغير خاص فيهم عن شكل اللبس اللي بتكون على الجسم الكامل اوكي انحيانا بحط لكم بالاصح عدة صور رح تشرح لكم هذا الشي اول صورة مثل ما تنشوفون قدامكم بتلاحظون انه كأن ملابس او هودي الطبيعي او العادي القديم والهودي الجديد اللي رح تكون في الفول بادي الا وهي الجسم الكامل لكن لسه الرجول لسه ما اشتغلوا عليها حاليا يشتغلون على شكل الفونكشن خاص بالجسم فصراحة فيه مقالة طويلة وعريضة تتكلم عن ان المصممين خاص فينا كان يفكرون يعني يصممون طريقة الساق حق اليد او الذراع خلنا نقول طريقة ما في النهاية اختاروا اللي هو الذراع مثل ما تنشوفون اصلا في الصورة يشرح حرفيا كل شي المخططات اللي هم كانوا يخططوا فيها وكل حاجة حتى شفتوا نهاية النتيجة بالاصح اللي هو اللبس خاص في الهودي طالعة ماني عارفة كيف معاناهم هم قالوا ان الصراحة الشكل يعني مو بيرفيكت مو بمية ومية لكن انا حتى الان قاعدين نحاول نطور على هالشي لكن هم حابين يبلغون اول باول وهذا الصورة الثانية مثل ما انتو تشوفون الى وهي اللبس حق البنات اللي هو تنورة طبعا التنورة ما رح تحتاج اللي هو ارجل لانه بالمختصر مفيد تنورة يعني تخيلوا واحدة لارسة تنورة ومع بنطلون احس فيب الشكل الصراحة طالع مرة كيوت فانا عاجبتني يعني يعني واضح ان شكل بناتي فانا ما نعارفه حاسة ان شكل جسم الرجل رح يطلع يعني شكله ضخم لكن جسم البنت رح تطلع رقيق انا ما نعارفه الصراحة لكن حتى الان هم ما قالوا انه يعني هذا مية بالمية اللي رح نسوي لكن هم قاعدين يورينا سيمبلز بالاصحة اللي هو حاجات تعتبر كتجريبية لنا حتى نعطيهم آراءنا عن طريق التكيت عن طريق وشي زي كذا واخر حاجة مثل ما انتو تشوفون اللي هو الجوتي او بالاصح الحذاء هذا هو الشكل الحذاء النهائي اللي طلع معاهم فانا ما قالوا كل التفاصيل حرفية ما ورونه كل التفاصيل هذا بس بالاصح التحديثات بسيطة اللي قاعدين يشتغلون عليها حابين يبلغون عنها في يوتيبر من يوتيبرات اسمه سكول بالاصح في احد من المتابعينه اعطاء اللي هو هذا الاقتراع اللي هو البوتس بالاصح اش اسمه هذي اللي هو البوت حق البروج زي كذا باللون الاحمر فطالبين انه يعني من ركروم اذا يسوي مثلا جوتي حق البروج يطلع بهذا الشكل الرقيق واللطيف المهم بالشكل المجمل بشكل عام ان الارتس بالاصح المصممين حتى الان قاعدين يشتغلون اذا عندكم اختراحات اضافية حطوها في اسفل الفيديو بابن الله راح اجمعها الاختراحات راح ارسلها لهم في التيكت بهذا الطريقة راح نساعد ركروم عن طريق اللي هو ركروم مجتمع العربي اوكي جماعة اتمنى المقطع في فيديو اعجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك اذا كنتم تابع جديد وعطوني رايكم في التعليقات اقتراحاتكم ايش رايكم في هذا الخبر طبعا بحط اللي هو الرابط في التعليق المثبت اعتقد في حال اذا في بعض منكم حاب يعني يقرأ يستفسر يشوف بنفسه يقرأ بنفسه بالاصاح حتى يعني يمكن ما فهم بكلامي شيء لكن بالمختصر المفيد طبعا هذا الخبر صار له نازل طبعا قبل كم يوم لكني انا دوبني اسجل وانا عارفة متى راح انزلها الله يحفظكم ويسعدكم ويجرب خاطركم يحلم تابعين اشوكم باذن الله تعالى مقطع جاي ما السلامة